موسيقى موسيقى تطل عليكم عدسة لقاء مع مسؤول اليوم من دائرة الخدمات الاجتماعية لنشاهد ما تقدمه الدائرة من خدمات لمراجعها موسيقى من خلال حوارنا مع عبد الرحمن إبراهيم حسن مدير دائرة خدمات الاجتماعية فرع كلبة في البداية نشكر قناة الشرقية من كلبة على هذا اللقاء اللي يطلع لجمهور نوع الخدمات اللي تقدم من قبل دائرة خدمات الاجتماعية على مستوى إمارة الشارقة وثانياً احنا نطمح أن إن شاء الله نساهم في الارتقاء بنوعية الحياة لمجتمع إمارة الشارقة وأنها تكون خدماتنا واصلة للجمهور وتشمل جميع شرائح المجتمع والفئة المستهدفة منها ونكون مساهمين ولو بجزء بسيط في الارتقاء بالجانب الاجتماعي للمجتمع وإمارة الشارقة ولمواطنيها ولمقيمين عليها رؤيتنا احنا الريادة في تقديم الخدمات الاجتماعية والمساهمة في الارتقاء بنوعية الحياة لمجتمع إمارة الشارقة من خلال الرسالة اللي نعمل عليها وهي تقديم خدمات علاجية ووقائية وإنمائية وفقاً لأفضل ممارسات الخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية والحماية والتهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ممن يواجهون صعوبات التكيف مع ظروفهم أو الاستفادة من موارد بيئتهم كما نعمل على دراسة العلال الاجتماعية في المجتمع وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية فيه مساهمة مننا في عملية التنمية الشاملة لمجتمع إمارة الشارقة من خلال قيمنا اللي هي التميز نعمل على تقديم أفضل الممارسات ونعمل على تقديم أفضل الخدمات وفي مجال الرعاية الاجتماعية ووفقاً لأفضل المعايير من خلال تقديم عمل المؤتمرات ومن خلال الدراسات ومن خلال الزيارات الدول المتقدمة علينا في هذا المجال ثم نعمل عن طريق العمل الجماعي نعمل كمجموعات نعمل كمجموعات من حيث الطاقم اللي يطلع في الزيارات أو في تقديم الخدمات أو أن ندمج المستهدفين من الفئات من شرائح المجتمع ندمجهم في المجتمع سواء كانوا أصحاب أمراض أو أصحاب أسر ضعيفة الالتزام بالمعايير التزام أول شيء بالعادات والتقاليد والإسلامية ثم الالتزام بالعادات لمجتمع عمارة الشارقة التزام باللوايح والنظم وأساسيات الدائرة ثم المبادرة بحيث نساهم ولو بقليل أن نحرص على تقديم خدمات جديدة خدمات مميزة غير موجودة على أساس أن نساهم ولو بقليل في الارتقاء والمساهمة في الارتقاء بنوعية الحياة لمجتمع عمارة الشارقة الخدوات التي تقدم حالياً في الأفرع ومنها فرع كلبة خدمة الرعاية المنزلية لكبار السن متوافق مع الرعاية النهارية التي تقدم لكبار السن في نادي الأصالة وهذه الخدمة يمكن كانت مبادرة من إمارة الشارقة بتوجيهات كريمة من سمو الحاكم الله يحفظها من بداية تأسيس الدائرة أن المسنين الأولى أن يكونون في منازلهم يعايشين مع أهلهم ونشوف من ناحية نفسية أفضل للمسن بدل ما يكون موجود في أحد دور الرعاية الاجتماعية فالدراسات الحديثة تثبت أن المسنين بقاء المسنين على قيد الحياة نسبة أعمارهم في السنوات الأخيرة تقدمت عن ذي قبل كان فترة سابقة يمكن المسنين ما يتجاوزون الستين إلى خمسة وستين أو السبعين سنة حاليا أعمار المسنين في الوفاء بدت تتجاوز حتى تدخل في الثمانين سنة وشافوا أن الأسباب هي بفضل تقديم الرعاية الاجتماعية لهم فلذلك الرعاية تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية تكون هي سلسلة من الخدمات تقدم للمسن والمسن مقيم بين أهله وبيته وأسرته وأيضا يخلق جو نفسي للمسن لأنه وصل في مرحلة متقدمة في العمر ويمكن يبدأ في غير الأمراض ويمكن أسباب الأمراض هذه الحالة النفسية والتفكير الدائم أنه دخل مرحلة التقاعد ويحس أنه يوم الأيام كان لي منصب وجود واليوم صار الكل يتخلى عنه صار قبل أن الناس تستمع له اليوم الكل بعيد عنه ما حد يستمع له ما حد هو ما عنده الفرصة أن يكلم حدا ويقعد مع أحد الأصدقاء يمكن بدأوا شوي يتلاشون يروحون عنها الأهل كل واحد كان مشغول في أعماله فلذلك الهدف أول شيء إدماج المسن مع أسرته ويضطروا في الأسرة أن يكونون دائما معه لأن الحكومة تقدم للرعاية وبالتالي مجرد الاندماج ومجرد سلسلة البرامج الاجتماعية هذه مفروض تكون من قبل الأهل الشيء الثاني أن المسنين اللي في نفس الأعمار تقدم لهم سلسلة من البرامج يسموها البرامج الجماعية الرعاية المنزلية تكون برامجها فردية تقدم للمسن في المنزل ولكن الرعاية النهارية اللي تقدم في نادي الأصالة الهدف منها تقديم برامج جماعية وبالتالي المسن يكون عنده أصدقاء وأصلاً يحصل الوقت أن يقضي وقت فراغة أو الوقت اللي هو أصلاً وقت علاج أو علاج طبيعي بعد تكون فيه برنامج ويكون قاعد مع ناس وتكون فيه مثل الزيارات وهذه القسم الثاني قسم الضمان الاجتماعي بعد الهدف مش أنه تقديم مساعدة للفئة المستهدفة لكن المساعدة هذه لازم تتابع من قبل الموظفين أن نتأكد أن المساعدة وصلت لحادثة الشخص اليوم إذا شفتوا مثلاً بيت مش نظيف وخلينا هذا البيت مش نظيف أكيد بتكون تتبعها بيوت ثانية وثالثة وبالتالي يكون المدينة مش نظيفة المجتمع غير نظيف والبيئة تتأثر فلذلك ندخل في بيت المسن هذا أو الشخص المحتاج هذا ونشوف مدى حاشته للمبلغ هذا وأن المبلغ هذا يستغل فيه المساهمة وفيه ارتقاء وفيه يعني تخطي لمراحل صعبة الحالة الاقتصادية لا شك أنها تؤثر من ناحية الاجتماعية والعكس صحيح أيضاً إذا كانت عندنا مشكلة اجتماعية تؤثر من ناحية الاقتصادية فهذه المربوطات مع بعض احنا ما نفصلهم عن بعض اليوم حال الطلاق معناته ما فيه مصاريف ما فيه شيء حالة حجران معناته فيه خلافات زوجية معناته أكيد ما فيه مصاريف ما فيه صرف فدائماً هذين المرتبطين مع بعض لذلك احنا أساس دائرتنا هي تقديم الخدمات الاجتماعية ولكن فيه جزء منها اقتصادي وهذه الكل هم مكملين للبعض الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية لذلك زيادة على تقديم الخدمة نعمل على إيجاد حلول لباقي المشاكل في حالة دراسة الأسرة تدرس من كل النواحي في بداية تقديم المساعدة ونشوف شو الأسباب اللي خلت الأسرة تصل لهذه المرتبة أو تصل لهذا الوضع ثم نعالج كل جانب من خلال عدنا شيء اسمه عظمة عظمة السمكة نقسم المشاكل كلها اللي في الأسرة إلى جوانب ونعالج كل جانب على حدة فيه جانب اقتصادي فيه جانب معيشي فيه جانب ديني فيه جانب اجتماعي فيه جانب صحي ونحاول نعالج كل جانب على حدة بحيث أنه في النهاية تكتمل للعظمة السمكة هذه ونحاول أن نوصل لحل لمشكلة الأسرة وبالتالي الحل الرئيسي اللي هو انقطاع المساعدة أو تقليل المساعدة الحكومة أكيد ما بتبخل على أي أسرة محتاجة ولكن احنا الهدف منه أنه في النهاية ما تكون عندنا أي مشكلة يعني العلاج إذا كانت فيه مشكلة لأسرة من ناحية جانب اجتماعية أو اقتصادية نحاول أنه نوجد لحل وعلاج وأيضا نعمل على الوقاية ومن خلال بعد أهدافنا الاستراتيجية أنه اللي ما يونى أصلا نسوي لهم توعية ووقاية وبحوث بحيث أن ما يوصلون لمرحلة المشكلة القسم الثالث اللي هو قسم المساندة اللي هم الإدارة والإدارة أصلا هم شغالين على القسمين يعني هم مساندين للقسمين تقديم الدعم المادي الموارد البشرية عنا علاقات عامة في القسم وعنا قسم أيضا عنا موظفين جودة اللي هم دائما يسعون أن تقديم خدماتنا بجودة عالية ونوصل إلى مرحلة الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية وهذا يتواكب مع تطور الدولة في كل البجالات يمكن اسم كلمة اجتماعي هذه شاملة لشغلات كثيرة لذلك معظم الشرائح تكون تحت تحت بندل الخدمات الاجتماعية في ناس وايد يقولون أن الخدمات الاجتماعية دائما تحتم لكبار السن لا الخدمات الاجتماعية تشمل كبار السن تشمل معاقيم تشمل أسر ضعيفة تشمل ضعفاء المرأة المعنفة تشمل الأطفال وتشمل بعد الرضع وأبناء السجينات لذلك تشوفي معظم الفئات موجودة ويمكن خدمة جديدة قدمت أو أوكلت للخدمات الاجتماعية لأنها صارت في ثقة من الجهاد الثاني وهو تطبيق موضوع الرأية وكثيرين ما يعرفون الموضوع هذا وهو طبق في دائرة الخدمات حاليا الخلافات الزوجية التي توصل لمرحلة الخلافات وما في صلح وتوصل للمحاكم وقضية أكيد يكون في بينهم أطفال ومحتاجين أن طرف يشوف الطرف يشوف الأطفال من قبل الطرف الثاني وعلى أساس ما يكون ما كان في بينهم اتفاق من الأساس يلجؤون للمحكمة وترفع قضية ثم يطلب بدائرة خدمات تطبيق الرؤية هذه الرؤية تكون إما مبيت وهو الانتظار في الدائرة لفترة معينة يلأب يشوف عياله أو يعني يكون في المنزل الوالد يستلم عياله من قبل الأم ترجمة نانسي قنقر